السلام عليكم أحبتي وياكم محمد الحداد يعتبر معرض سيديس من المعارض المهمة جدا للناس المهتمين بالتقنية كونه يعرض أهم وأحدث الابتكارات من الشركات خصوصا أنه غير مختص في مجال معين بحيث انتشاهد لابتوبات أو روبوتات أو في مجال السماعات أو الهواتف وهذه الأيام ينعقد هذا المعرض كما جرت العادة في لاس فيغاس بعد نشوف الكثير من الابتكارات والأبكار الجديدة بداية مع أيسر اللي أعلنت قبل المعرض بأيام قليلة عن أنحف لابتوب بالعالم تحت اسم Swift 7 هذا اللابتوب اللي يجي بسماكة قليلة جدا 8.98 ملي متر واللي يعتبر حاليا أنحف في العالم معنى ذلك أنه أنحف من لابتوب ماكبوك الصغير من أبل وأيضا بنحافة قريبة لهاتف مثل النوت 8 من سامسونج شيء مذهل جدا توفير لابتوب بهذه النحافة مع مواصفات جيدة أيضا بحيث لدينا شاشة بمقاس 14 إنش بدقة Full HD تدعم اللمس أيضا معالج Core i7 تجي للسابع و256 SSD Storage وذاكرة 8 جيجابايت DDR3 بالإضافة إلى دعم شبكات 4G وبطارية راح تعطيك حتى 10 ساعات من الاستخدام أما بالنسبة للسعر فراح يكون 1700 دولار وهذا سعر مرتفع بكل تأكيد نتحول إلى Dell أيضا اللي أعلنت قبل أيام قليلة من المعرض عن لابتوب Dell XPS 13 مع تحسينات كثيرة من ناحية الوزن والحجم وأيضا خيارات كثيرة من أهمها توفير نسخ بمعالجات Intel الجيل الثامن Core i5 والi7 وهذا أكيد شيء ممتاز جدا إضافة إلى ذلك هذا الحاسب يجي بشاشة 11 إنش وبدقة 4K وأيضا سعة تخزين بحجم 1 تيرابايت بالإضافة إلى ذاكرة 16 جيجابايت بالإضافة إلى قارئ بصمة الأصبع مع بطارية تعطيك حتى 19 ساعة حسب ما ذكره سعر هذا اللابتوب يبدأ من 1000 دولار وأكثر للنسخ الأعلى واحد من أقوى وأفضل الأجهزة الموجودة حاليا اللي تحمل شاشة 11 إنش وتعمل بنظام Windows 10 نترك الحواسب المحمولة ونتحول إلى نظارات الواقع الافتراضي بحيث أعلنت HTC عن نسخة مطورة من نظارات Vive تحت اسم Vive Pro واللي حملت الكثير من التحسينات سواء على مستوى الخوذة مع تغيير الشاشة اللي أصبحت أفضل في العرض ودقة التفاصيل بنسبة 70% مقارنة بالجيل الماضي أيضا تحسينات في عزل الضوضاء وتواجد المايكروفون المزدوج بالإضافة إلى ذلك تم الإعلان عن Vive Wireless وهو عبارة عن قرص أو محول يتم من خلال تحويل منصة Vive أو Vive Pro إلى نظارات واقع افتراضي لاسلكية من خلال تجربة متقدمة بدون أسلاك في معرض CES شاهدنا أيضا الكثير من الأشياء الجميلة بحيث سامسونج أعلنت عن الجدار الألكتروني أو الشاشة اللي تشبه الحائط بحيث أطلقت عليها The Wall شاشة بمقاس 146 إنش تعتبر عملاقة جدا قد تكون بحجم الحائط أو ممكن تغطي حائط بالكامل هذه الشاشة موجهة للشركات والأماكن العامة أكثر من أنه تكون موجه للمنازل في رأيه الشاشة بدقة 8K وهي بتقنية المايكرو ليد ومعناته أنه كل خلية في الشاشة أو شريحة صغيرة ستقوم بإضاءة نفسها بنفسها وبالتأكيد هذا يعني تفاصيل والدقة أكبر وسطوع أكثر صراحة شيء رهيب وخرافي لمحبي الشاشات أما بالنسبة لشركة ريزر فأعلنت عن بروجيكت ليندا وفي العام الماضي شفنا ريزر أطلقت الريزر فون واللي حمل عتاد قوي هذه السنة وفي معرض CES شركة ريزر أطلقت بروجيكت ليندا وهو مشروع يحول الهاتف إلى حاسوب وهذا الشيء رح يكون بالاعتماد على هاتف الريزر فون هذه المرة سيكون له مكان مخصص بدل لوحة التحكم بحيث سيتم شحنة عبر الـ USB-C الفكرة جميلة ولكن يجب أن تشتري اللابتوب المخصص لهذا الشيء واللي يحمل شاشة بحجم 13 إنش وبدون أي سماعات خارجية بحيث رح يكون الاعتماد على إخراج الصوت من خلال سماعات الريزر فون الثنائية الموجودة في الأمام أما بالعودة إلى سامسونج اللي صرحت خلال هذا المعرض أيضا عن تأجيل هاتف الـ Galaxy X أو الهاتف القابل للطي بعد ما كانت الأخبار تتكلم عن إطلاق هذا الهاتف في بداية 2018 اليوم سامسونج رسميا تصرح أن الهاتف رح يتم تأجيله إلى سنة 2019 أو إلى نهاية 2018 ويبدو فعلا أن الشركة الكورية تحتاج إلى بعض التطوير في شاشة الهاتف أما بالنسبة لموتوريلا فقد قامت بإطلاق منحقات جديدة لهواتف موتو زي كما وعدت قبل سنة أو أكثر أنها ستوفر منحقات بأفكار أكثر بحيث قامت بإضافة منحقات جديدة لقائمة الموتو موتس أولها لوحة مفاتيح منزلقة تحول الهاتف إلى شيء أشبه باللابتوب أما الملحق الثاني فهو جهاز قياس صحي لمعرفة معدل التنفس ومعدل ضربات القلب ودرجة الحرارة في نهاية الفيديو أكيد يكتبوا لي بالتعليقات في الأسفل عن أكثر منتج أو فكرة عجبتكم أكيد لا تنسوا تشتركونوا قناتنا على اليوتيوب وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تحياتي يا فوق محمد الحداد في معلوم اشتركوا في القناة